هذا وشهد الرئيس عبدالفتاح سيسي إطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وكان في استقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مقرن عقاد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار خالد